مرحبا بكم الناس كل انشاء الله تكونوا بألف خير يا ربي اليوم نحضروا بعضنا مقرونا بتجيج نشوفوا بعضنا كل الاسرار كيفيش مقرونا تجيكم بنينا وفاوحة خليكم معي في فيديو الاخر نشوفوا بعضنا كيفيش نحضروها وبالنسبة الاول ما رأيزوا القناة فالله وليس امر ليشترك في القناة ويفعل جرس بشي يصلكم ما يجيدي كل اي حاجة نهبطها تصلكم نتعدي وتاول طريق التحذير اول حاجة حتيت هكا زيت كما تلاحظوا نحطوه بزيد شوية زيت مقرونا تحبه بزيد زيت وباش نقالي جرانيت فلفل حابيتوا تشوفوا معي بالنسبة لفلفل هكا شاقيتو وملحتو باشنبعد يجينا بنين ونقالوه على نار ضعيفة من قوش باشا في القاس باش فلفلتانا ما يتحرقش باشننضيف الجيج كستعملت كويسيت نجو استعملوا اي بارتيه من الجيج توما تحبوه نقالي هكا شوية اضفت شوية ملح ونقالي هكا على الجهتين باشننضيف طاوة تماطم باشننستعمل اربع ملعقة كبيرة تماطم دي ما المقرونا تحبه بزيدة تماطم و باشننضيف عليهم غرفة هريسة عربي باشننضيف جوست شوية مي باشننحل تماطم مولة هريسة ونقاليهم شوية باشنبعد مجيش مقرونا متانا فيها خروصية او كنقالوهم هكا شوية باشننضيف مغرفة كبيرة في الاحمر مغرفة كبيرة في الاحمر مغرفة كبيرة في تيبلو كروية و باشننضيف شوية هروس جوست شوية خط الحار مستعملتش بارشة و باشننضيف مغرفة صغيرة في فلاكحل منقالي هكا كل شاي مع بعضو منقاليهش بارشة تقريبا مدتها تخيغتين بالنسبة لثوم الكمية كل استعملتها رثوم او كنحط شوية ملول وبعد نخلي الباقي نحطوه في الاخر بطريقة هذي مغرفة كبيرة حتيتها كبيرة كبيرة و نضيف الماء و نخليص مغرفة كبيرة في عقله و اذا كان سحقنا باشنضيف ماء اكا نضيف بلسبة لجيج ما يخوش بارشة وقت في التيب في ساعة في ساعة تيب الجيج التاني سيقريبا يحضر توبش نحط كعبة باتاتا باتاتا تباني على الاخر تعجبني في المغرفة اذا كان ما تحبوش بلسبة لبطاطا لا تخوش بارشة بقطة تفيت شيء تقريبا مدد تاربعة ساعة و تكون تعيب البطاطا و اخر حاجة باش نضيف في البيق بتاع ثوم الكل في الكل استعملت راس ثوم اضيف ثوم ما يفوحه اصاص المقرونة اذا كانت تحبوه في الاخر نجم وضيفه مغرفة زيتونة تباني على الاخر الزاس السوس المقرونة بتاعنا سيحضر كمال احضره قرر زيتم تاعو بالحق تربوه بنفس الطريقة يجيكم فايو حبين بارشة حابيت جس تشوفوا معي كيفش لازم القوة متاعو يكون هكا مكونش معتها جيري بارشة ومكونش عاقد حابيت شوفوا معي بالاخرس اللي يكونوا ممتدئين و اول مرة بشي طيبوا مقرونة حتيت تلما يسخن حتيت فيه شوية ملح وتاوش نسبة المقرونة بنسبة لي استعملت رتل الكمية متاع السوس هذه تحضر اكثر من رتل بنسبة لي بجزت بش نعمل الرتل وبقالي شوية من سوس بنسبة لي دي مك اك inheritance يديني y ... بزي vou Tranmium نحب هاي حتى تكون هاي عاشخة وبزايد سوس بعدو بنسمع المقرونة متاعنا سقطرت وسوف نضيف فالص pergunta بنسبة المقرونة ازما ن regime كيف سرب السوس ولازم مقرونة تكون سخونة والصوص كيف كيف سخون حتى مقرونس تسشرب السوس وديقون بعض البنينة طبعا مقالي كمش نحط الجيج ومش نحط البتاتا وزين بقرانيت الفلفل وهذه هي كت وصفتنا اليوم حويجة سهلة ونس كل نحبوها كبار وصغارش كوفيرا ميحبش المقرونة باللخص كتبدا هكا ثيوحا وبنينا شايرا بتكوننا رسالة تعليم عجبتكم ومعجبتكم التاريقة واذا كان عجبتكم كالعادة نسانة رجعاتكم بجمع الفيديو نسانة لكم وطيقاتكم بسليمة في بصفة جدا ان شاء الله